موسيقى وضع عمر اللطفي بيك الصورة النهائية العقدة شركة تأسيس النادي الأهلي وقع عليه مجموعة المؤسسين وضرحت أسهم شركة تأسيس النادي الأهلي للاكتتاب العام في 26 مايو سنة 1907 وكانت قيمة السهم ساعتها 5 جنيه عقدت اللجنة الإدارية العليا للنادي الأهلي للألعاب الرياضية اجتماعها في 13 يونيو عام 1907 عشان تشوف الاحتياجات المالية لها موسيقى وفي الجلسة دي قرروا ان هم ينقلوا حسابات النادي من البنك المصري للبنك الأهلي وتودع فيه باسم النادي كل أقصة الاكتتاب موسيقى وتعيين شركة متخصصة محاسبة لحسابات النادي كان هدف شركة النادي الأهلي ساعتها عند تأسيسها انهم يجمعوا مبلغ 5000 جنيه إلا انهم جمعوا بالفعل 3165 جنيه على مدار سنة كاملة وما كانش المبلغ كافي مما دفع النادي إلى الاقتراض فتم عمل قرد قدر 1000 جنيه من البنك الأهلي في مارس عام 1908 موسيقى بضمان عمر سلطان بيك وإدريس راغب وطلعات حرب بيك موسيقى أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملي معكم في الفقرة الحوارية التانية مع النقد الرياضي والصحفي ونائب رئيس تحرير الأهرام الأستاذ محمد الوسي ونتكلم معاه لكلام مهم جدا وأضايا رياضية مهمة جدا جدا زحرق سحمد أهلا بك كافة العمر تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة الأهلي وأهلا بيهم على شاشتهم الجميلة والمفضلة في عين الأهلوية يا رب إن شاء الله تكون بداية تحتنا خلاص بدأنا في اليوم الجديد ومصهرينهم معنا وإن شاء الله تكون صهرة مفيدة وصهرة مميزة بإذن الله على شاشة الأهلي أو مرة كون مع حضرتك يعني ومستمتع بيك دايما وكلامك أكيد بيكون مهمة وعشانك نقول لنا هنتكلم في أضايا هنتكلم في حاجات كثيرة جدا أولها مباراة يوم الخميس القادم مباراة الأهلي والمصر والأهلي عنده مباراة مهمة كابتن خطيبين بريح تكلم وقال إن رفع الضغوطات من على لعيبة الناد الآلية وشيء مهم جدا إلعاب الكرة اللي عندكم متاع الجمهور وأنا نشدت الجمهور أيضا أنه هو على السوشيال ميديا أنه يكون فيه نقد دايما بناء نقد الهدام شيء سلب جدا واللعيبة بيوصلها كل الكلام اللي بتكتب علشان كده قلنا المباراة اللي جاي مباراة زيها زي أي مباراة بثلاث نقط لكن وقتها هو المهم بعد خسارة من بيراميدز وبالتالي بتنافس زي ماليكا بيراميدز على صدارة الدوري فهو ده اللي بيجعل مباراة يوم الخميس مباراة مهمة جدا جدا وناد الآل يباس عليها للفوز بالثلاث نقط يمكن كابتن عمر احنا قلنا أن الدوري لسه طويل والدوري لسه صعب بقي فيه 8 جوالات أو 9 جوالات لبعض الفلاء كله بيسعى إلى تحقيق نتائج طيبة كله بيقاتل فيه بيقاتل من أجل البقاء والبيقاتل من أجل المركز والبيقاتل من أجل البطولة كل ده هيصعب المهمة على الفرق الكبيرة الفرق المتنافسة الفرق اللي هدفها اللقب يعني فما فيش أي موراة تحسم البطولة والبطولة دي مستمرة في الملعب حتى اللحظات الأخيرة من عمرها ودي واحد من أقوى الدوريات اللي موجودة في مصر فيه استنوات الأخيرة ومهم جدا أننا نكون مقتنعين بده وأن زكال أهلي فقد نقاط فأكد من نفسين برضو هيفقد نقاط يعني الأمور مستهلة بالنسبة لأي حد واللي جاي أصعب بالنسبة لكل ما فيش مباراة سهلة يعني دايما بأؤكد على معنى مهم جدا في كرة القدم إن ما فيش مباراة سهلة في كرة القدم مع أي فريق أيا كان أيا كان هذا الفريق وفيش مباراة سهلة المباراة لن تكون سهلة إلا بعد أن تحقق الهدف منها وتحقق نقاطك وتحقق فوجك تظل المباراة صعبة مدامة على أرض الملعب لأنك ما تعرفش اللي بيحصل ودي ميزة كرة القدم وجمال كرة القدم وحلوتها ومتاعتها إن هي دايما بتقدم لنا مفاجآت وحاجات غير متوقعة من كان يتوقع أن الأهل اللي كان متأخر من 12 نقطة يدخل في نفسها بهذه القوة من كان يتوقع أن فريق المؤولين العرب يقفز بعد ما كان قبقى وسنة أو أدنى من الصراع في القاع إلى المقدمة من كان يتوقع أن المصري يدخل بقوة للمركز الرابع فكرة القدم دايما بتعترف بالجهد بتعترف بالعطاء بتعترف باللعايبة اللي بيقدوا على أرض الملعب أعتقد أن المواجهات هتكون صعبة مواجهة الأهل مع المصري مع فريق قوي جدا زي ما شفنا مواجهة الأهل مع بيرامدز وهتكون مواجهة الزمالك مع بيرامدز ومواجهة الأهل مع المصري ثم قبلهم كانت مواجهة الأهل مع الإسماعيل مواجهات كلها من الأعار السقيل مع فرق كبيرة فرق تقيلة فرق لها تاريخ فرق عندها شخصية فرق عندها جمهور فرق لها شعبية المصري من الفرق الكبيرة والقوية ودائما مباراته مع الأهلي بتكون أشبهة بالدربي بتكون مباراة ساخنة طول عمر مباراة الأهلي والمصري لا سيما وإن فيها زي المباراة معنا مدير فني كبير بيقود النادر المصري كابتن إهاب جلال قدر يعني يغير شخصية النادر المصري وقدر ينتشره من مرحلة الضياع الكاروي اللي كان موجود فيها إلى مرحلة الاستقرار الكاروي يعني عاد المصري كما كان من قبل مع الكابتن حسام حسن بل وعاد أفضل لأن عاد ليه شخصية وعاد ليه قوة وعاد بيلعب كرة قوية وكرة مميزة أعتقد مباراةها تحتاج جهد كبير جدا من لعابة النادر الأهلي الكابتن محمود الخطيب لاحظ أن لعابة الأهلي قدوا مباراة الأخيرة بضغوط كبيرة جدا وده كان طبيعة جدا بالنسبة لعابة النادر الأهلي لأنهم كانوا خارجين من تجربة صعبة جدا وهي الخروج من دور الأبطال فبالتالي عايزين يردوا جمهورهم بأي شكل عايزين يقدموا كل ما عندهم كان داخلين دايما داخلوا مباراة صندوانزوا عليهم حملة قيل داخلوا برضو مباراة بيرامزوا عليهم حملة قيل لكن الفرق الكبيرة مهما كانت الأحمال تستطيع أن تتحملها وتستطيع أن تتجوزها ومهما كانت الكابوات يمكن أن يخرج منها وخصوصا فريق بحجم وقيمة وقدر النادر الأهلي زي ما أنت بتقول 112 سنة الأهلي من 1807 المؤكد أن الأهلي قابلته عثرات في حياته تجوزها وتخطها وعادة قوية وشوفنا ده مرارا وشوفنا تجارب كتيرة جدا لنادر أهلي أعتقد أن الجسد كابتن خطيب شالت ضغط وحمل كبير جدا من على اللعيبة شالت هم كبير جدا من عليهم كلمته كانت واضحة مباشرة تخلصوا من الضغوط ادي لعبك انزل لعب لعبك العادي جدا لعب بثقة متع نفسك متع جمهورك أعتقد أنها تكون مباراة مهمة جدا وهتكون مباراة لها قدرها في مسيرة الأهلي وأكمال مشواره نحو اللقب إن شاء الله اللي هو مرشح بقوة رغم الخصارة الأخيرة لنيل هذا اللقب المهم الواحد واربعين بعدما حصل أربعين لقب ولم يطلو أحد في المسابقة يعني لما نكلم على اللي بيطرده لأهلي أقرب من زمانك اتناشر لقب بالنادي أهلي نادي عاريك بدا ببطلاته بتاريخه بانتصاراته بألقابه يستطيع أن يتجاوز هذه المرحلة التي تعرض لها مؤخرا وإن كان الدوري ما زال بالنسبة له قائما وبمنتهى القوة طيب هسأل حراك سؤال قبل ما روح لسؤال خاص بأرقام وإحصالات النادي الأهلي في طور التاني هل مباراة المصري والزمالك وفوز المصري على الزمالك هو ده اللي ممكن يزيد من صعوبة مواجهة لقاء المصري والأهلي إن الكابتن إهاب جلال عنده يعني زي ما قدر يكسب مادة زمالك هو داخله وداخل لعيب النادي المصري ليه لا ما كسبش النادي الأهلي بص المكسب في أي مباراة ده طموح مشروع لأي حد يعني لكن مش معنى إن كنتك سبت زمالك شرط إنك تكسب الأهلي أو تكسب أي فريق آخر كل مباراة بيبقى ليها ظروفها وليها أحداثها وليها وضعها والشكل المنافس إيه والأجواء إيه ولعيبتك موفقة ولا لأ الفريق الأصادك حالته إيه يعني أهلي شفناه في المباراة الأخيرة يعني أتيح له كم كبير جدا من الفرص لم يستطيع أن يستثمره ماذا لو استثمر الأهلي كل هذا الكم الكبير من الفرص الذي مؤكد أن الأهلي سيؤدي بنفس الشكل وسيؤدي بنفس الطريقة لأن وصل أهلي المرمى كثيرا في المباراة الأخيرة لكن لم يستطع أن يسجل هدفا وضعت كل الفرص زي ما شفنا أزارو أهدر ملاقب أربع فرص جرالدو صلاح جمعة ربما المدرب بحث عن حلول جديدة مختلفة لصارت بيبحث عن حلول عشان يحقق فوز إيهاب جليل مؤكد بيلعب عن نفس الطريقة مؤكد أن كل ده حيدينا في النهاية مباراة قوية ومباراة مهمة ومباراة حتؤثر على شكل المسابقة وشكل المنافسة لأن الأهلي يحتاج الفوز ليستمر بقوة في المنافسة المصر يحتاج الفوز ليستمر في المركز الرابع لا سيامة وأن خلف المقاولين العرب بثلاث نقاط فقط بتفصيل عنهم فأي أخصار ممكن تخلي المقاولين يزاحموا بقوة على المركز الرابع اللي هو المركز المهم اللي بيقاهل اللابة في البطولات الأفريقية فطبعا المباراة لن تكون سهلة بأي شكل من الإشكال المباراة هتكون فيها صعوبات كبيرة طيب أستاذ محمد النادي الأهلي في الدور التاني تمكن من حصد 32 نقطة من 13 مباراة بنتكلم من النادي الأهلي مقارنة بالزمالك 25 نقطة في 12 مباراة بثلاث 29 نقطة في 15 مباراة بالإضافة إلى أن النادي الأهلي عنده بعض الغيابات دايما في خط الدفاع لكن في الوقت النادي الأهلي يستقبل 17 هدف فقط مقابل 22 هدف شباك الزمالك و27 هدف في شباك بيراميز عليك شايف إزاي أرقام الأهلي في الدور التاني كلام اللي بيثار على نهاية الأهلي والجمهور اللي زعلان لكن بالأرقام والأحصائيات الأهلي في الدور التاني متفوق على كل الأندلة هو أفضل فريق يعني حتى متفوق على اللي بينفسه على البطولة لما تلاقيه واخد 32 نقطة مقابل 27 لزمالك مقابل 29 لبيراميز تجد أهلي متفوق ده ده يعني أهلي عمل مباراة قوية جدا وعمل مباراة مهمة جدا وأظهر اللي صارت مع الفريق خلال المباراة اللي لما بيحقق بعد المباراة برابط الأولانية الأهلي عمل نتاج هيلة ونتاج رائعة ووصلت بي إلى المكان الموجود فيه ده أكد الأهلي بيصير بقوة بشكل جيد فيه نتاج في بعض المباراة ما بتساعدوش والمشكلة النتاج دي جاية وراء بعضية فمسمع على ده البعض بتشعر البعض أن الأهلي فيه مشكلة أو الأهلي يعني منهار والبعض بيحاول يوصل ده لكن الأهلي كفريق كبير أمر منهار يعني شفنا في أوروبا فريق زي فريق ريال مدريد تعرضا لسقطات كبيرة جدا وأزمات كبيرة جدا في الدور الأسباني وفي دور الأبطال الأوروبي فريق كبير جدا ولكن الفريق استعاد توازنه استعاد قدراته بدأ يعود من جديد دي الفرقة الكبيرة دي الفرقة الليها شخصية تقدر ترجع بسرعة واعتقد الأهلي من هذه النواية ونتاجه بتقول كده أنه يقدر يعود ويقدر يلعب تحت ضغوط ويقدر يلعب في ظروف صعبة ويقدر يحقق بطولة ويقدر يحقق أحلام وأهداف وطموحات جماهيره مهم جدا أن جمهور الأهلي يكون عنده السقة دي ويقدر أنه جمهور الأهلي عنده السقة دي وعمره جمهور النادي الأهلي ما يفقد السقة في فريقه وفي لعبته مهما كانت اللاعبة اللي موجودة ومهما كان أي حد موجود فهو نادي أهلي طول عمره كده البعض بيحاول أنه يقل من ده مش هيحصل لأن نادي أهلي كبير وعريق وقوي ومتوازن وقادر على التخلص من كل الكبوات والعثرات اللي ممكن يتعرض لها في مشواره مع كرة القدم سواء على المستوى المحلي أو المستوى القري طيب عايزك سؤال يعني وعايز حراك يعني تنصح الجمهور أو تنصح الجماهير اللي موجودة على السوشيال ميديا تقولها إيه؟ حراك راجل صحفيه وكان راجل بقى لك زمن بعيد جدا موجود في الصحافة ودائما كان من 15 سنة كان فيه سوشيال ميديا وبالتالي الصحفيين والصحافة المصرية هي اللي كانت بتنتقد الأهلي والزمالك والإسماعيل وكل الأندية المصرية ودائما النقد كان نقد برناي عمره ما كان نقدها الدم تماما لكن دواتي في السوشيال ميديا شوفنا أن كل واحد بقى عنده رأي وكل واحد ممكن يجرح بزي ما هو عايز أن كل واحد ممكن يقول رأيه بشكل مختلف لكن حراك عارف أن يلعى كرة الخدم بشر في الأول وفي الآخر وبالتالي جمهور الأهلي احنا عارفينه أنه هو جمهور دائما متكاتف مع بعض وإيد واحدة خلف الفريق أنا عندي قناعة أن كل ما ينتمي إلى الناد الأهلي عندهم نفس الفكر وبالتالي كل حاجة بتتكتب وتوصل للعيبة بشكل أو بآخر شوفنا في الفترة الأخيرة بعض الأمور السلبية على السوشيال ميديا ممكن حراك تشوف الوضع إزاي في الفترة الأخيرة وممكن تنصح جمهور الأهلي على السوشيال ميديا تقوله إيه خصوصا أنه إحنا فيه يعني مرحلة مهمة جدا محتاجين التكاتف كلنا مع بعض علشان إن شاء الله يعني ثلاث بطولات خرجنا من بطولة هتبقى بطولتين الدوري والكاس تقولهم إيه خليني أتكلم معك في موضوع السوشيال ميديا وشان ماذا أصبحت من الوسائل الموجودة مؤسرة بقوة يعني ما نقدرش ننكر ده لازم نعترف بده لأنها بدأ يعني أصبحت وسيلة إعلامية سريعة في التلوصول إلى الناس يعني بسهل جدا أنك تكتب بوست أو تويتا ويصل إلى مئات الألوف ويتم تنقله حاجات كتيرة جدا بيتم تنقلها في لحظات سريعة جدا ودي ثورة يعني ثورة في الاتصالات تكنولوجيا الاتصالات وصلتنا للمرحلة دي وده طبيعة جدا يعني الأول أنت قلت أن كان الأول زمان جدا كانت الصحافة فكان طبعا الصحافة هي يعني معروفة لأن الصحافة لها قواعدها ولها دوابطها والكلمة المكتوبة لها قيمتها ولها رونقها ولها الدوابط اللي بتتعامل بها ففي نوع من المحافظة على حدود معينة في الأخلاقيات وفي النقد وفي التعامل مع سقطات أو خسائر أو هزام أو أي نوع أو حتى لما الصحافة بتوجه نقد للعب فبتوجه نقد معين نقد بنائي أما أن الجمهور بدأ يكون عنده وسيلة للتعبير عن نفسه والحرية مطلقة بلا رقابة فطبيع جدا أنك تلاقي ده المهم كيف يستقبل اللعابون وكيف تستقبل الأندية وكيف تستقبل إدارات الأندية هذا الكم الرهيب جدا من المعلومات اللي بيضخ والأراء اللي بتضخ المفروض يتم التعامل معها بيدوء شديد جدا وبمنطق شديد جدا وده موجود في العالم كله يعني احنا مش عندنا في مطر هنا لكن أنا اللي بطلب بيه الأول أن السوشيال ميديا يكون فيها نوع من الانضباط نوع من الأخلاقيات نوع من الالتزان نوع من الالتزام يعني مش كل من هب ودب يدلي برأيي ويدلي بيدلو في حاجات ربما هناك أشياء كثيرة غائبة عنه أو بعيدة عنه يعني فده شيء مهم جدا جمهور الأهلي يعني جمهور واعي جدا ومش كل اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا هو كل جمهور الأهلي يعني مش 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 فيش ستين مليون مثلا موجودين على السوشيال ميديا يعني ما اعتقدش أن الرقم ده موجود مهما كانت الثورة موجودة فيه ناس عاقلة فيه ناس متزنة فيه ناس تعرف قيمة وقدر الأهلي وقيمة وأهمية إزاي أنا أقف وراء فريق في الظروف الصعبة يمكن من الحاجات الجميلة جدا اللي موجودة على السوشيال ميديا ما كتبه الكابتن عادل مصطفى على صفحته كتب بوت يا حياة جميل جدا عجبني جدا بيعبر عن العقلانية بيعبر عن الاتزام بيعبر عن الانتماء بيعبر عن حبه وتقديره للكيان اللي هو بينتميله من زمان يعني بيدعم فيه نادر الأهلي بشكل بير جدا وبيطالب كل نجوم الأهلي وكل لعابة الأهلي وكل من ارتدت شيرت الأهلي وكل من يعني كان لي علاقة بالأهلي أن يوقف مع الأهلي قال فيه أن النادي الأهلي في هذه المرحلة محتاج دعمنا كلنا مش شرط أنك تكون جوه الأهلي مش شرط أنك تكون بتعمل في النادي الأهلي مش شرط أنك تكون بتستفيد أي حاجة في النادي الأهلي المهم أنك أنت تقف جنب النادي الأهلي لأنه قال أن الاهلي ده خيره على الناس كلها يعني أي حد بيرتبط اسمه في النادي الأهلي أو بيقترب النادي الأهلي أكيد أثر الأهلي بيظهر عليه يعني فده مهم جدا هذا كان العريق من الصعب جدا أن أي حد يهدمه من الصعب جدا أن أي حد يعني يعني يفعل شيئا يمكن أن يعود به إلى الوراء الأهل كبير وسيظل كبيرا لكن في النهاية لابد أن تحترم السوشيال ميديا ونقدرها ولها تقدرها لكنها ليست هي الفيصل في تقديم آراء يمكن أن تكون مقيمة لبعض اللاعبين أو بعض اللاعبين لأنه دي أراج مروى ونابد أن نستقبل هذا النقد بصدر الرحب في كل الأواد سواء كان من السوشيال ميديا أو من الإزاع أو من التلفزيون أو الصحافة أي أنواع الصحافة مهم جدا أن نتقبل هذا النقد لكن يكون فيه نوع من الأخلاقيات والاحترام في التعاون مع الناس طيب بالعكس بقى إزاي اللاعبة ممكن تتعامل مع السوشيال ميديا وزي ما حدك عارف ممكن حد يستفز لاعب معين بلفز خارج بمستوى كان يعني اللاعب ما كانش في مستوى المعهود في مباراة فلانية وبالتالي بيتم الهجوم على اللاعب بشكل كبير وزي اللاعبة هنا يتعامل سواء لو لعب ما عندوش خبرة ولسه يعني في بداية عمره وبداية كرة القدم وممكن يحصل موقف يبدأ يحصل علاقة توطر بينه وبين الجمهور فإيه برضو نصيحة حضرتك كصحف كبير وراجل بتعمل في مجال الصحافة بقالك فترات فتعاملت إنك ممكن تكون حركة كتبت حاجة وفي حق اللاعب وإن اللاعب كان بيعاتب حضرتك بشكل فلاني لكن دراية السوشيال ميديا ما فيش فيها اعتاب اللاعب يخش يلاقي حاجة مكتوبة ممكن يستفز يخش يرد على صاحب البوست أو صاحب التويت تنصح لاعب كرة القدم بإيه أو الناعب نادي الأهلي خلال فترة اللي جاة إزاي يتعامل مع السوشيال ميديا تمام لابد إنه يدرك إنه بيلعب في كيان كبير اسمه نادي الأهلي بيلعب في مؤسسة عريقة اسمه نادي الأهلي بيلعب في منظومة محتربة اسمه نادي الأهلي ما فيش حاجة اسمه السوشيال ميديا تستفزيني أو أي حد يستفزيني أنا معرفش مين ده اللي كاتب الكلام ده وتوجهه إيه ورغبته إيه وهدف إيه ونوياء إيه يعني طبعا مع كل التقدير للناس وكل الاحترام لها لكن في حاجات كتيرة جدا بتكتب بيكون وراءها أغراض ويكون وراءها أهداف معينة يعني فما تخليش حد يستفزك ما تخليش حد يستدرجك للغلط وما ينفعش إن اللعب يعلق نفسه مع السوشيال ميديا أو طول الوقت حاطت ودانه وشغال مع السوشيال ميديا المفروض إنه يركز في عمله ويقدم الأفضل لما حد يا سيدي ينتقده عادي جدا إنك تنتقد لأنك كما تنتقد ففيه أوقات كتير جدا بتتم الإشادة بيك فيه أوقات كتير جدا بترفع فوق الأعناق فيه أوقات كتير جدا سوشيال ميديا بتطلعك السماء وبتقعد تمجد فيك وتعظم فيك ده جمهورك ده حبيبك دول الناس اللي بيفرحوا لك لما أنت بتنتصر واللي بيقفوا معاك لما تنكسر فمهم جدا إن احنا نتحمل الناس دي ونتعامل معها بلطف ولين وليق وأعتقد المفروض إن الأندية يعني تدي دروس ومحاضرات للعائبة في التعامل مع السيش الميديا ويكون فيه التزام شديد جدا في التعامل معها زي ما كان زمان فيه التزام في التعامل معنا كصحفين في صحافة ورقية أو صحافة الوزوية لما كنت بتوجه النقد كان حتى لما حد بيرد عليك بيرد بأدب واحترام وقيمة لأنك إنت لما هترد بشكل غير جيد أعتقد أن الرد الفعل هيكون أصعب وأسوأ بكتير جدا وهي خرجك عن تركيزك أنت ركز في عملك ركز في مهمتك يمكن شوفنا ده على مستوى النجوم عالمين كتر جدا محمد صراحة عرض لده مع ليفربول في الدور الإنجليزي أحيانا ميس بيتعرض لها السويرة بتعرض لنجوم كبار جدا في العالم رونالدو بتعرض لده لكن الناس دي ما بتبصش الحاجات دي بتركز في طريق معين أنا ليه أدب معين ليه طريقة معينة ليه أسلوب معين ليه يعني شيء موجود في حياتي طريق بسير عليه أسير عليه بمنتهى الأدم ومنتهى الاحترام ومنتهى الأخلاق حتى لو حد غلط فيها سيدي ربنا يصامحه وده جمهورك وبيحبك وما تاخدش من العلا الانتقادات العنيفة واللزع من الجمهور حاول تفرحه محاول تساعده محاول تبزي الجهد أكبر وأعتقد أنها بدأت السوشيال ميديا تكون يعني رد الفعل يعني شوفنا زي سوشيال ميديا اتعاملت مع لعب زي كريم ندفد في الفترات كتير جدا ممكن يعني بعد ما كانوا يعني مقطعين الدنيا ومبادرين الدنيا أعتقد لو ندفد كانوا يفع عن النقطة دي واستسلم لهذه الانتقادات الموجود ما كناش شوفناه في المرحلة اللي وصلناها انقلبوا بعد ذلك إلى تأييد ندفد بشكل غير عاد والإشادة به حتى أنه عندما غاب يعني كان فيه مناحة على السوشيال ميديا على كريم ندفد فدول جمهورك ودول عشاقك اللي موجودين في كل مكان دول السابورت اللي موجودين معاك فيعني اتحملهم لما يوجهوا لك نقب في بعض الأوقات حصل موقف أن حدك كتبت كده يعني حاجة ولعيد تكلمها كان لك سواء محمد يعني من روحه علىها شوية حصل موقف بين حدك ولا حدك من العاية في حدك دايما في نقبك بتكون يعني تتكلم بموضوعية مش بتحب تجرح في حد مش بتحب تخبط في حد لكن هل في موقف في حياة الأستاذ محمد القوصي ممكن يكون كتب نقد في إحدى الصحف وحصل موقف اعتاب مبينه ومبين لاعب وكان الموقف أنا بس بقولها لك السؤال ده ليه علشان نفس القصة أن يعني ده عايزة تطبع على السوشيال ميديا لانت لما تيجي تتكلم مع العيب تتكلم معه يعني اعذره شوف الظروف اللي بيمر بيها من ضغطات من ممكن يكون مستوى متزبزب في الفترة الحالية عليه عنده سوق توفيق فكل ده موجود فهل حصل موقف مين حناك وبين بدون ذكر اسمي لا لا طبعا كتير جدا طبعا يعني ايه اكتر موقف لا يمكن تنساه لا موقف كتير جدا يعني أنا طبعا يعني غطيت معظم الأندية الكبيرة معظم الهيئات الرياضية الكبيرة يعني اشتغلت فيها عملت لها تغطيات إعلامية وكتير جدا الواحد يعني دايما بيحاول ينقل صورة حقيقية للموجود ومشت كتير جدا الواحد كتبها ووجه فيها انتقادات للعيبة معينة ولكن الأمور كانت مختلفة تماما عند الوقت يعني حتى أنا لما بوجه نقد فبجه بشكل فيه الأدب وفيه احترام وفيه تقدير أنا بنتقد أدائك ما بنتقدكش انت ولا ببعينكش ولا بتعرض لشخصيتك ولا حياتك الشخصية لكن بنتقد ليك كلعب فقط لغير فألاقي تاني بيجي يتكلم معي بوده بأدب وباحترام فالأمور بتبقى كويسة وبنتفق على ان هو هيبزل قصر جهده وبتاع يعني في بعض المرات أحد اللي عيبة مثلا تتحدث معي بشكل غير لائق وعادي جدا برضو وأنا تحملته يعني زي ما فلاك تقبلت الموضوع بشكل رحم يعني عادي يعني وقت بالك تنشي مشكلة آه يعني فما فيش يعني الحاجات اللي احنا تربين عليها واللي تعلمناها فيها أدبيات وأخلاقات المهن يعني احنا عندنا في الصحافة حاجة اسمها ميساق الشرف الصحفي اللي بنتعامل به مع الناس ويكون فيه أدب وفيه احترام وفيه تقدير للناس وعدم يعني التعرض لحاجات شخصية والانتقاد يكون انتقاد بناء يعني فيه فرق بين كلمة يكون هدفها العلاج وكلمة يكون هدفها القتل سواء كانت الكلمة على سوشيال ميديا دلوقتي أو في أي وسيلة موسائلة العالمية فده موجود كتير جدا وأي حد يعني انت موجود حتى في بعض الوقت بتقول أراء معينة اعتقد برضو بتواجه ده في أوقات معينة وبتتعرض لانتقادات وحملات لكن احنا مش عايزين اللي سوشيال ميديا تبقى وسيلة إرهاب لينا أو سيت إرهاب للعيبة أو سيت إرهاب للإعلاميين لابد أن تكون لها يعني سلوكيات لابد أن تكون لها ضوابط محترمة يعني لازم البلد تشوف لها نوع من الضوابط ما تبقاش متسابة كده لأن الواحد أحيانا بيشوف الحقيقة ألفاظ لا تليق بينا على الإطلاق أن هي تظهر وناس كلها تشوفها على الملأ يعني أصبح الصفحة أي حد على سوشيال ميديا زي كتما فتوح أنت قاعد على قارعة الطريق يعني قاعد على قاعدة الطريق بتتكلم وبتشتب وبتنتقد يا عمي حنانيكة كده قاعدة شوية كده ربنا يهديك واحترم الناس وقدر الناس وحط نفسك مكان الناس وما تخليش يعني نفسك تبقى شتام وبزيء يعني حتى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني نهى أن نكون شتمين أو بزئين أو لعنين أو بنقول كلام غير لأقف حق حد لابد أنك تقول يا ربنا يا كريمك تقول كلمة خير وكلمة كويسة أو تصمت يعني ما كان يقول اليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت يعني يا سيدي لو هتقول كلمة كويسة وكلمة هتفيد أولى وفي النهاية دي احنا بننعب الرياضة والرياضة دي ساحة النبل ساحة الفروسية ساحة الأخلاق ساحة الروح الرياضية يعني أنا قد إيه عجبني مشهد جمهوري النادي الأهلي بعد ماتشا سان داون لما حصان ما شوء خد اللعيبة وراح ومشهد احنا كنا بنفتقده كثيرا المشهد ده أنا بشوفه في كل ملاعب أوروبا نفسه شوفه المشهد اتنين مدربين يطلعوا يسلموا على بعض حتى لو أنت أي نتيجة أو أي أن كانت النتيجة أو أي أن كانت التأثير اللي أبت تسلم على بعض وفيه أدب وفيه احترام وفيه تقدير ده يبقى موجود الجمهوري بقى نفس الحكاية يعني احنا مش جغلين في معركة يا جماعة حب فريقك زي ما أنت عايز أعشق فريقك زي ما أنت عايز لكن لا تهين الآخر لا تجرح الآخر لا تقلل من الآخر زي ما أنت بتحبه هو فيه واحد تاني بيحبه يا أخي أنا مثلا أنت بتحب الأهلي وده بيحب الزمالك مش عادل حد يعني يعني تبقى دي حكرة عليك أنت يعني وانت مدام حبيت هذا المكان الكل لازم يحبه لا أخلي عندك روح رياضية خلي عندك أدب خلي عندك احترام خلي عندك تقدير خلي عندك ثقافة احترام الآخر احنا في نهاية كلنا يعني مصريين كلام بلد واحدة ليس إعداء أنا بدأ جدا لما الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيل أو المصري أو أي فريق مصري بيلعب مع فريق غير مصري ولاقي أن البعض يتمنى فوز هذا الفريق على الفريق المصري هذه ثقافة خاطئة جدا هذه ثقافة غلط ثقافة مغلوطة لابد أن نتخلص منها نمسح من قموسنا ما فيش الكلام ده أي فريق بيلعب في أي بطولات خارج مصري فهو بيلعب باسم مصري بالعالم المصري ما بيمثلش نفسه يا جماعة يعني البعض طلع يتفلسف وقولك مثلا الأهل لم يلعب في أفريقيا ما بيمثلش نفسه لا الأهل ما بيمثلش نفسه الأهل بيمثل الدور المصري الأهل بيمثل بكرة مصرية وكذا زمالك وكذا أي فريق آخر لابد أن تكون الثقافات دي موجودة عندنا علشان يكون فيه نوع من الاحترام ونوع من القيم ونوع من الأخلاقيات اللي بتسود بيننا كلنا طيب الدوري المصري الموسم الحالي مش عارف حداك بتقيمه إزاي هل هو دوري قوي هل هو دوري ضعيف لكن الشواهد اللي موجودة في الدوري والظواهر بتؤكد أن فيه منافسة قوي جدا على اللقب ما بين ثلاث أندية الأهل والزمالك والبيراميدز أيضا فيه الهبوط نتكلم في حوالي عشر أندية بيتنفسه على الهبوط بفرق نقطتين يعني ما تكلم عن ستين وستين وثمانية وكمسين للنادي الأهل فأعتقد منافسة ولا أشرس ولا أعنف مع الأخذ في أطار الأهلي والزمالك متأخرين مباراة عن بيراميد فده يدل أن فيه شرسة ومهم جدا في الدوري المصري أن يكون الشكل ده بالشكل ده وفيه قوة وفيه منافسة وده بنشوفه في الدوريات العالمية وأنت أبو العارفين في الدوريات العالمية والمتابعين لها شايفين الدوري الإنجليزي مشتعل بين فرقين بين ليفربول وبين سيتي شايفين الدوري الأتبالي شايفين الدوري الإيطال حتى الإيطالي خلاص اليوفي حسم لكن السادي دور قوي جدا دور مهم جدا حتى الآن لا تعرف من سيفوز بالمسابقة بعد كده عندنا ثلاث مستويات في المسابقة عندنا المستوى التنفسي على اللقب مستوى التنفسي على المراكز اللي بيبقى فيه المقاولين وفيه المصري وفيه مصر المقصة وداخل معامل إسماعيلي داخلين بقوة وأي حد يقدر ياخد المركز الرابع اللي هو المركز المهم جدا اللي كل بيسعاله وبعد كده زي ما حدك قلت فيه عشر فرق بتتقاتل وتتنافس أو من المركز التامن للمركز التمانتاشر فعن عشر فرق فعشر نقاط يعني التامن ده ممكن يتعرض لموقف حرج لما لم يحصل موقف لو يتعرض لأكتر من هزيمة هتلاقيه تلات هزيم فقط تلاقيه نزل بقى في المدعاكة اللي موجودة تحت يعني فده طبعا هيخلي الأصراع عنيف جدا لأن العشر اللي موجودين تحت ده هيعملوا مباراة شرسة جدا مع أهل القمة أهل القمة يكون فيه مواجهات شرسة بينهم وبعدهم البعض أو أصحاب المراكد فأنا شاف أن المسابقة قوية مسابقة مهمة ولكن ينقصها العامل الذي يعطيها الروح العامل الذي يعطيها الحياة العامل الذي يعطيها القوة خارج مصر وهو الجمهور جمهورنا لازم يعود للمدرجات شفنا جمهور الأهلي في مطش ساندوز وشفنا جمهور الزمالك موجود في مباراة الأفريقية وهنشوفه فيه معاه في نصف النهاي مهم جدا أن جمهورنا يعود وجمهور الفريقين الكابرين أثبت حسن التعامل مع المواقف والحمد لله الأمور مرت بخير ودقلين على الحدث الأهم والأبرز وهو كأس الأمم الأفريقية اللي ستنطلق فيه 21 يونيو حتى 19 يوليو مهم جدا أن يكون جمهورنا موجود زي ما كنا في آخر بطولة نظمناها في 2006 وكان الجمهور العلامة البرزة والفارقة والخاطفة للأنظار في البطولة أعتقد أن جمهورنا يستحق ذلك المؤكد أن بعد ما تنتهي مسألة التعدادات الدستورية سيكون هناك تفرق كامل لهذا الملف مهم جدا أن يعود لو الدور المصري عاد بكامل قوته في المدرجات أعتقد حنشوف الدور مختلف تماما 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 وحنشوف الجمهور ده لي تأثير كبير جدا على المدرجات ولكن قبل أن تعيد الجمهور لابد أن تفعل القوانين التي تحدثنا عليها شاهدنا قانون الرياضة وبه مواد كثيرة ومطولة للعقوبات للمشاغبين دلوقتي الدور الإنجليزي كان فيه أكبر مشاغبين في التاريخ وفي العالم الآن لا يستطيع أحد أن يتحرك من مكانه فنتمنى أن نصل إلى هذا في الدور المصري ولا نصل إلى هذا إلا بعقوبات من أمن العقاب أساءل أدب دائما دي قاعدة موجودة ولابد أن نتعامل معها بهذا الشكل أن المكان ما فيه قانون ما فيه عقوبة أمري ما حد هيلتزم إذا طبقت عقوبات على جماهير تخرج عن النص أعتقد أن الكل سيلتزم والكل هيخاف على نفسه مهم جدا أن يكون عندنا قانون وقانون موجود يفعل عشان جمهورنا يرجع على المدرجات ويعود لملعبنا رونقها وطبيتها وجمالها ونتشوف الدخلات اللي بيعملها وحشتنا الدخلات بتاعة الجماهير اللي كانوا بيقعدوا يخططوها ويعملوها روح الملعب شجع الكورة روح الملعب حي فريقك روح الملعب أقف مع فريقك روح الملعب أحمل دخلتك الجميل روح الملعب أحمل إتافك الجميل روح الملعب أقف وراء فريقك ومنتها القوة لا تخرج عن النص لا تسب لا تشتم يعني مش عايزين كل الأخلاقات دي تندسر إن شاء الله ويا رب داخلين على أيام كريمة وأيام عظيمة أيام مباركة من شعبان إلى رمضان لبعد إيد عطول أمم أفريقيا إن شاء الله تكون مرحلة قادمة عظيمة على مصر وعلى الكرة المصرية بإذن الله ممكن لو سألت الأستاذ محمد القوصي قلت له إيه أبرد السلبيات اللي موجودة في الدبر المصري ممكن تكون إجابته إيه هل إحنا تكرتنا على الجمهور وقلنا خلاص الجمهور ده شيء مهم في عالم كرة القدم لكن أكيد في بعض السلبيات الأستاذ محمد القوصي ممكن يكون بيشوفها بطريقة مختلفة بطريقة لو تم التركيز فيها ممكن يعني نتفادى السلبيات في الموسم القادم ونقدم موسم بلا سلبيات أكيد يعني ما فيش حاجة تبقى 100% صح لكن ممكن نتفادى بعض السلبيات بتضعف من بطولة الدورة المصري وممكن تزيد قوة في الموسم القادم إن شاء الله تمام يعني أنا أشاهد ثلاثة النقاط من هذه النقطة احنا تكلمنا عنها لها الجمهور وكلمنا عنها باستفادة نتمنى أن الجمهور عودت لأن ده من السلبيات الكبيرة جدا في الدورة المصري واللي لكل حتى بيأخذ علينا أننا الدورة بلا الجمهور الحاجة الثانية الملاعب المصري نحن نعاني كثيرا في أرضيات الملاعب ولأدري لماذا يعني هذا الملف ما زال يعني يعني لا يلقى الاهتمام الكافي يعني الآن عندنا ست ملاعب يكونوا على أعلى مستوى في العالم اللي هما الثلاث ملاعب الموجودين في القاهرة والثلاث ملاعب الإسكندرية والسويس والإسماعيلية دول عشان كاسة المافرقية لكن عايز ملاعب مصر كلها تكون ملاعب لها أرضيات تساعد الآيب على أداء كرة القدم تكون النجيلة بتاعتها زي النجيلة العالمية لو احنا مش عارفين يا جماعة ما نجيب اللي موجودين في آخر الدنيا واللي موجودين في العالم كله بليعملهم كل ملاعب العالم يعملوا ملاعبنا يعني يعني اللي شاهدناه في الكثير من الملاعب كان منظر غير لائق بمصر مصر أكبر من أنها يكون فيها ملعب أرضيته بهذا الشكل أرضيته من غير نجيلة وده موجود في غالبية ملاعب مصر وده بيأتي نتيجة نقص الصيانة في الملاعب المصرية احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا أنك ممكن تعمل ملعب كواس جدا لكن عندك تعمله صيانة وتحفظ عليه ده ما بيكونش موجود فمهم جدا أن يكون عندنا ملاعب تليق بالدور المصري الدور الإنجليزي لما عملوا عشان يعملوا دوري بهذا القوة وهذا الشكل يمكن أول حاجة ركزوا عليها أن يكون فيه ملاعب عظيمة وملاعب تليق بيهم وملاعب أرضيتها محترمة تحافظ على اللعبين وعلى سلامتهم وعلى قدرتهم وعلى الأداء والعطاء بنشوف كل ملاعب أوروبا في أي دولة في الدورات وخصوص الدولات الخامسة الكبرى تشعر أنهم كانوا كلهم ملعب واحد كانوا كلهم أنا دلواتي أستاذ محمد جمهور هؤلاء أستاذ محمد الجوة في إنجلترا أحلم الجوة في مصر بيحفظ على الأرض نعم لا 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 الملعب ليها حلول يعني بتشوف دول عربية أجواء حرة جدا وعندهم أرضيات وعندهم ملاعب روع تصل إلى ما يشوي الملاعب الأوروبية لإنه بتعملها حاجات معينة هل الإتقان في العمل هو' ده السبب أن أرضية الملعب بتوصل بالحلاوة الجمال اللي احنا ب通نها لك اللي الخامسة عنده يرتبط بعملية الصيانة والصيانة ده مرتبطة بالضمير ومرتبطة بالاهتمام ومرتبطة بالقدرات ومرتبطة بالاهتمامات لابد أن تكون عندك الصيانة لما تعمل ملعب يعني الست ملعب دولة أتمنى أننا نحافظ عليهم ماش بعد كالسيون الأفريقية تحولوا إلى يعني خربات زي ما كانت أو زي ما بيقولوا جرن بيلعب فيه اللعيبة يعني وأرضية ونجي لنشفة وحطة حمرة وحطة خضرة وحطة يبسة يعني ما ينفعش الكلام ده نفسي شوف ملعب كده السجاه ده خضرة كله قدامي يعني فده مهم جدا ولابد الملعب دي يفتح ملفها على مستوى الكرة المصرية لأن لن تكون عندنا دور جيد ولعبين جيدين وميزين إلا بملعب جيدة ده بالنسبة للملعب نخطس على نقطة تانية وهي عملية التحكيم التحكيم في الدور المصري يعني احنا ممكن كنا وصلنا المرحلة كويسة جدا في التحكيم وكان عندنا حكام وميزين على مستوى القرى الأفريقية وكان دايما لنا حكام بيظهروا على مستوى كاس العالم أنا شاف أن احنا تراجعنا كثيرا في هذا الملف تراجعنا للخلف كثيرا بدليل أن عدد كبير جدا من مبارات الدور المصري دلوقتي بيدار بحكام أجانب زمان ما كناش نسمع في الدور المصري غير مطشين بيدار بحكام أجانب اللي هما مطشي لأهلي والزماك في الدور الأول وفي الدور الثاني وباقي المباريات بتدار بالحكام المصريين كان عندنا حكام وكفاءات يعني ليه اتحاد الكورة سيب هذا الملف لابد أن اتحاد الكورة يفتح هذا الملف في منتهى القوة ننتظر تحكيما مميزا لن تكون عندك مسابقة جيدة ومسابقة مميزة إلا إذا كان هناك تحكيم جيد وتحكيم مميز وتحكيم عادل والحكم العادل لن يتوفر لديك إلا إذا وفرت ليه المناخ المناسب وفرت له أول حاجة توفرة للحكم العادل عشان تلاقي الحكم الفارق مبين التامن والأخير في بطولة الدوري حوالي عشر نقاط فهل بالتالي ده بيخلي حركته لأن بطولة الدوري هل بطولة قوية هل هي بطولة ضعيفة ولا قوية في المنافسة وضعيفة على مستوى الفرق اللي هتكون مش موجودة في الموسم القادم في الدوري الممتاز الدوري السنية دي من المسابقات الشرسة جدا في تاريخ المسابقات المصرية أو على الأقل في الأقود الأخيرة يعني يمكن احنا في آخر مثلا من 2006 الأهل يشوفهم مسيطر على مقاليد الكرة المصرية والكرة الأفريقية بشكل كبير جدا السنية دي الأول مرة بنشوف منافسة شرسة في المقدمة بين ثلاث بفرق نقطتين يعني بتكلم عن ستين وستين وتمانية وخمسين للنادل آلي فأعتقد منافسة ولا أشرس ولا أعنف مع الأخذ في أطار الأهلي والزمالك متأخرين مباراة عن برامد فده يدل أن فيه شرسة ومهم جدا في الدور المصر أن يكون الشكل ده بالشكل ده وفيه قوة وفيه منافسة وده بنشوفه في الدورات العالمية وأنت أبو العارفين في الدورات العالمية والمتابعين لها شايفين الدور الإنجليزي مشتعل بين فرقين بين ليفربول وبين سيتي شايفين الدور الأتبالي شايفين الدور الإيطالي حتى الإيطالي خلاص اليوفي حسم اللي تعلق المرة التانية في تاريخ لكن السادي دور قوي جدا دور مهم جدا حتى الآن لا تعرف من سيفوز بالمسابقة بعد كده احنا عندنا ثلاث مستويات في المسابقة عندنا المستوى التنفسي على اللقب مستوى التنفسي على المراكز فيه المقاولين وفيه المصري وفيه مصر المقصة وداخل معامل إسماعيلي داخلين بقوة واي حد يقدر ياخد المركز الرابع اللي هو المركز المهم جدا اللي كل بيسعاله وبعد كده زي ما حدك قلت فيه عشر فرق بتتقاتل وتتنافس او من المركز التامن للمركز التمانتاشر فعن عشر فرق فعشر نقاط يعني التامن ده ممكن يتعرض لموقف حرج المال لم يحسن موقف لو اتعرض لأكتر من هزيمة هتلاقي ثلاثة هزيم فقط تلاقيه نزل بقى في المدعكة اللي موجودة تحت يعني فده طبعا هيخلي الأسراء عنيف جدا لأن العشرة اللي موجودين تحت ده هيعملوا مباراة شرسة جدا مع أهل القمة أهل القمة يكون فيه مواجهات شرسة بينهم وبعدهم البعض أو أصحاب المراكد فأنا شاف أن المسابقة قوية مسابقة مهمة ولكن ينقصها العامل الذي يعطيها الروح العامل الذي يعطيها الحياة العامل الذي يعطيها القوة خارج مصر وهو الجمهور جمهورنا لازم يعود المدرجات شفنا جمهور الأهلي في ماتش ساندوز وشفنا جمهور الزمالك موجود في مباراة الأفريقية وهنشوفه فيه معاه في نصف النهاي مهم جدا أن جمهورنا يعود والجمهور الفريقين الكابرين أثبت حسن التعامل مع المواقف والحمد لله الأمور مرت بخير ودقلين على الحدث الأهم والأبرز وهو كأس الأمم الأفريقية اللي ستنطلق فيه 21 يونيو حتى 19 يوليو مهم جدا أن يكون جمهورنا موجود زي ما كنا في آخر بطولة نظمناها في 2006 وكان الجمهور والعلامة البارزة والفريقة والخاطفة للأنظار في البطولة أعتقد أن جمهورنا يستحق ذلك المؤكد أن بعد ما تنتهي مسألة التعدادات الدستورية سيكون هناك تفرق كامل لهذا الملف مهم جدا أن يعود لو الدور المصري عاد بكامل قوته في المدرجات أعتقد حنشوف الدور مختلف تماما 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 وحنشوف الجمهور ده ليه تأثير كبير جدا على المدرجات ولكن قبل أن تعيد الجمهور لابد أن تفعل القوانين التي تحدثنا عليها شاهدنا قانون الرياضة وبه مواد كثيرة ومطولة للعقوبات للمشاغبين دلوقتي الدولة الإنجليزية كان فيه أكبر مشاغبين في التاريخ وفي العالم يعني الآن لا يستطيع أحد أن يتحرك من مكانه فنتمنى أن نصل إلى هذا في الدور المصري ولا نصل إلى هذا إلا بعقوبات من أمن العقاب أساء الأدب دائما دي قاعدة موجودة ولابد أن نتعامل معه بهذا الشكل أن المكان ما فيه قانون ما فيه عقوبة أمر ما حد هيلتزم إذا طبقت عقوبات على جماهير تخرج عن الناس أعتقد أن الكل سيلتزم والكل هيخاف على نفسه مهم جدا أن يكون عندنا قانون والقانون موجود يفعل عشان جمهورنا يرجع المدرجات ويعود لملعبنا رونقها وطبيتها وجمالها ونشوف الدخلات اللي بيعملها وحشيتنا الدخلات بتاعة الجماهير اللي كانوا بيقعدوا يخططوها ويعملوها روح الملعب شجع الكورة روح الملعب حي فريقك روح الملعب أقف مع فريقك روح الملعب أحمل دخلتك الجميل روح الملعب أحمل يتافك الجميل روح الملعب أقف وراء فريقك ومن ثم القوة لا تخرج عن النص لا تسب لا تشتم يعني مش عايزين كل الأخلاقات دي تندسر إن شاء الله ويا رب دخلين على أيام كريمة وأيام عظيمة أيام مباركة من شعبان إلى رمضان لبعد العيدة عطول الأمم أفريقيا إن شاء الله تكون مرحلة قادمة عظيمة على مصر وعلى الكرة المطرية بإذن الله ممكن لو سألت الأستاذ محمد القوصي قلت له إيه أبرز السلبيات اللي موجودة في الدوري المصري ممكن تكون إجابته إيه هلأ إحنا تكلمنا على الجمهور وقلنا خلاص الجمهور ده شيء مهم في عالم كرة القدم لكن أكيد في بعض السلبيات الأستاذ محمد القوصي ممكن يكون بيشوفها بطريقة مختلفة بطريقة لو تم التركيز فيها ممكن يعني نتفادى السلبيات في الموسم القادم ونقدم موسم بلا سلبيات أكيد يعني مفيش حاجة تبقى مية في المية صح لكن ممكن نتفادى بعض السلبيات يعني بتضعف من بطولة الدورة المصري وممكن تزيد قوة في الموسم القادم إن شاء الله تمام يعني أنا أشاف الثلاث النقاط منها النقطة احنا تكلمنا عنها لها الجمهور وكلمنا عنها باستفادة نتمنى أن الجمهور عودتوا لأن ده من السلبيات الكبيرة جدا في الدورة المصري واللي لكل حتى بيأخذ علينا أن نحن دورة بلا الجمهور الحاجة الثانية الملاعب المصري نحن نعاني كثيرا في أرضيات الملاعب ولا أدري لماذا يعني هذا الملف ما زال يعني يعني لا يلقى الاهتمام الكافي يعني الآن عندنا ست ملاعب يكونوا على أعلى مستوى في العالم اللي هما الثلاث ملاعب الموجودين في القاهرة والثلاث ملاعب الإسكندرية والسويس والإسماعيلية دولة عشان كسرهم أفريقية لكن عايز ملاعب مصر كلها تكون ملاعب لها أرضيات تساعد اللايبة على أداء كرة القدم تكون النجيلة بتاعتها على زي النجيلة العالمية لو إحنا مش عارفين يا جماعة ما نجيب اللي موجودين في آخر الدنيا واللي موجودين في العالم كله بليعملهم كل ملاعب العالم يعملوا ملاعبنا يعني اللي شاهدناه في الكثير من الملاعب كان منظر غير لائق بمصر مصر أكبر من أنها يكون فيها ملعب أرضيته بهذا الشكل أرضيته من غير نجيلة وده موجود في غالبية ملاعب مصر وده بيأتي نتيجة نقص الصيانة في الملاعب المصرية احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا أنك ممكن تعمل ملاعب كويس جدا لكن عندك تعمله صيانة وتحفظ عليه ده ما بيكونش موجود فمهم جدا أن يكون عندنا ملاعب تليق بالدور المصري الدور الإنجليزي لما عملوا عشان يعملوا دوري بهذا القوة وهذا الشكل يمكن أول حاجة ركزوا عليها أن يكون فيه ملاعب عظيمة وملاعب تليق بيهم وملاعب أرضياتها محترمة تحفظ على اللعبين وعلى سلامتهم وعلى قدرتهم وعلى الأداء والعطاء بنشوف كل ملاعب أوروبا في أي دولة في الدورات الأوروبية خصوص الدولات الخامسة الكبرى تشعر أنهم كانوا كلهم ملعب واحد أنا ديناتك أستاذ محمد جمهور هؤلاء أستاذ محمد الجو في إنجلترا أحلم الجو في مصر بيحفظ على الأرض طولي إيه أكيد ليها لها حلول يا كابتن أمر ليها حلول بيتشوف في دول العربية أجواء حرة جدا وعندهم أرضيات وعندهم ملاعب روعة کہت Maggie في الملاعب الأوروبية ليه؟. لأنهم يتعامل لها حاجات معينة هل القانف العامل هذا السبب في أن أرضية الملعب بتوصل بالحلا والجمال ليناỏi أنا قلت لك اللي الخامسة عندها يرتبط بعملية الصيانة والصيانة دي مرتبطة بالضمير ومرتبطة بالاهتمام ومرتبطة بالقدرات ومرتبطة بالاهتمامات لابد أن تكون عندك الصيانة لما تعمل ملعب يعني الست ملعب دولة أتمنى أننا نحافظ عليهم ماش بعد كالسيون الأفريقية تحولوا إلى يعني خربات زي ما كانت أو زي ما بيقولوا جرن بيلعب فيه اللعيبة يعني وأرضية ونجي لنشفة وحتة حمرة وحتة خضرة وحتة يبسة يعني ما ينفعش الكلام ده نفسي شوف ملعب كده السجاه ده خضرة وكله قدام يعني فده مهم جدا ولابد الملعب دي يفتح ملفها على مستوى الكرة المصرية لأنه لن تكون عندنا دور جيد ولعبين جيدين ومميزين إلا بملعب جيدة ده بالنسبة للملعب نخطس على نقطة تانية وهي عملية التحكيم أيوة التحكيم في الدوري المصري يعني احنا ممكن كنا وصلنا المرحلة كويسة جدا في التحكيم وكان عندنا حكام وميزين على مستوى القرى الأفريقية وكان دايما لنا حكام بيظهروا على مستوى كاس العالم أنا شاف أن احنا تراجعنا كثيرا في هذا الملف تراجعنا للخلف كثيرا بدليل أن عدد كبير جدا من مباريات الدوري المصري دلوقتي بيدار بحكام أجانب زمان ما كناش نسمع في الدوري المصري غير مطشين بيدار بحكام أجانب اللي هما مطشي لأهلي والزماجي في الدور الأول وفي الدور الثاني وباقي المباريات بتدار بالحكام المصريين كان عندنا حكام وكفاءات يعني ليه اتحاد الكورة سيب هذا الملف لابد ان اتحاد الكورة يفتح هذا الملف منتهى القوة ننتظر تحكيما مميزا لن تكون عندك مسابقة جيدة ومسابقة مميزة إلا إذا كان هناك تحكيم جيد وتحكيم مميز وتحكيم عادل والحكم العادل لن يتوفر لديك إلا إذا وفرت له المناخ المناسب وفرت له أول حاجة توفرة للحكم العادل عشان تلاقي الحكم مع لهش ضغوط يكون فيه قانون يحمل حكم وتكون هناك عقوبات مشددة لمن يتعرض الحكم بأي سوق سواء داخل الملعب أو خارج الملعب وتشوف ده في كل ملعب أوروبا ما فيش أبرز من نجوم العالم وأعظم نجوم العالم لا يستطيع أحد منهم الاقتراب من الحكم أو الاعتراض بشكل غير لا الحكم نفسه برضو ما انت بتجيب الحكم بتديله من برة بيكلفك 25 ألف دولار تقم التحكيم المصري هنا يعني بياخد ملالين طيب ما تدي الحكم المصري يديله وقويه وفرغه لمهنته بحيث ان هو يكون مهنته حكم كرة قدم ما عندهش غير يشتغل دي شغلته فممكن حالك توضح للسادة المشاهدين النقطة دي تحديدا يعني ايه تفرغه يعني ايه يركز في التحكيم بس عشان الناس بتقول يعني ايه هل طب يعني هو الحكم بيشتغل حاجة غير التحكيم طبعا كل حكام مصري بيشتغلوا شغلانة تانية علشان؟ علشان يأكل عيش ويعرف عيش ويعرف عيالي بس عايز هلاك تشرح للناس ميه الحكم ليه الحكم ما بيكونش متفرغ مية في المية المقابل المالي اللي بياخده الحكم ما بيأكلش عيش ما قادرش يصرف على السلوية وما قادرش يتفرغ له عشان ابقى بروفيشنال في مهنة معينة لازم يكون عندي دخل يكفيني ان انا عايش من عايزين المهنة فأتفرغ له مش اروح اشتغل شغلتين تلاتة تانية مش عندي مطش في اسوان اركب قطر تلاتين ساعة واروح ما لاقيش حد حاجزلي وانا حاجز تذكرت بنفسي وانا تبهدل وانا تمرمت واروح انزل على الملعب طبعا حكم ازاي ولا هد ازاي وفي الاخر ما قد لي الفين تلاتة تلاف جنيه الكلام ده معادش ينفع عدل وقت ويحكم مطشين في الشهر مطشط في الشهر طيب يعني فكلام ده ما ينفعش لابد من المنظومة دي تتغير تماما يكون فيه منظومة كاملة للتحكيم في مصر عشان اقدر اعمل تحكيم عادل تحكيم يساعد على النهضة الكرة المصرية كمان استعين بكل الوسائل التكنولوجية الجديدة اللي موجودة زي الفار اللي موجود مدام انا عندي مشاكل بتحصل في الموضوع ده طيب اجيب الفار عشان يحللي الموضوع ده وشفنا في مطش الليفربول الاخير في دور الابطال ده لو حصل في مصر ده لو حصل في مصر وهو بيلحب الستي وتوتنهان في دور الابطال لما سيت اتلغله هدف ديئة 95 طيب شفت الهدف اللي جابه ماني في دور الابطال في المطش الاخير وهو بيلعب وسط هناك في البرتغال ووسط هذا الحجل بالجمهير وكلا تخش ويترفع رأيه بقيت عشل بالجول والجول صحيح فدي حاجة يعني ساعدت العدالة يعني في كاس العالم الاخيرة لما طبق الفار يعني البعض قالك الفار للي طبق العدالة ممكن تكون فيه اخطاء نتلافع هذي الاخطاء ونتجاوز هذي الاخطاء ونستعين بدا اذا كان ده هيساعد على ان الحكم اللي يكون موجود مصري وانه كل واحد ياخد حقه نحن نريد انه كل واحد ياخد حقه فنستغل ده نطور مستوى التحكيم نصل الحكم المحترف اللي تبقى مهنته فقط السفارة نستخدم الفار اذا اردنا ذلك وخصوصا الممكن التجربة اللي عملناها تجربة الحكم الخامس لم تحقق المطلوب لغاية دلوقتي عايز اسألك السؤال ده بس بس ما تحرليش السؤال عايز اسألك بس عايز اسألك سؤال ويمكن خبر كتير مننا مش عارفينه لسه لكن في الدورة الانجليزية رسميا من المسلم المقبل هيتم تطبيق تقنية الفار ولكن عن طريق حكم الفار يعني لو فيه رقلة جزاء لو فيه اي لعبة او اي هدف مشكوك فيها حكم الفار اللي موجود في غرفة التحكم هو اللي هيعطي الإشارة لحكم الساحة حكم الساحة مش هيجري على خط التماس علشان يتأكد من صحة الهدف او صحة اللعبة او صحة التدخل ما بين اللعيب وبالتالي اتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي يعني كانوا مستقين جدا من هذا القرار وقالوا ان الحكم الساحة هو اللي لابد ان يأخذ القرار علشان هو الحكم الرئيسي والحكم اللي دايما بيكون كل مجريات الامور فيه واسأل بس سؤال للمستاذ محمد هل حراك شايف في القرار في تقنية الفار اللي دايما الدورة الانجليزية بيكون مختلف عن كل الدورات لا حراك شايف ده قرار صائب ولا قرار زي ما هما بيقولوا ان احنا عايزين نصرع رتم المباراة ومش عايزين المباراة تقف بشكل كبير وبالتالي اسندنا مهمة الفار الى حكم الفار في غرفة المراقبة اذا الفار سيكون صاحب قرار بالزبط كده وده كلام مهم جدا جدا هو عايز يختصر المساحة اللي بتوقف في المطش دي كلها ان انا مجرد لان في النهاية ده حكم هو بيدي للفار سلطات وبيدي للفار قدرات وبيدي للفار قدرة ان هو ياخد قرار في المباراة المعترضون يقولون ان الحكم الساحة هو سيد الملحم وهو صاحب القرار الاول والاقي وهو ده اللي موجود لغاية دلوقتي حتى والفار هو في النهاية هو اللي بيحصل قرار الفار عاموا انهم فكروا في طريقة زي كده فده للتطوير ده للتجديد وحيجربوا ويشوفوا ولو فشلت مش هيعملوها لك انا شايف ان هو يدي الحكم اللي بره برده قرار مهم جدا لان في النهاية انا بروح اشوف صورة وفي النهاية الصورة دي بتؤكد واضحة قدام الناس كلها فمهم جدا ويعني تعديل مهم جدا وتعديل انا شايفه هيكون مفيد وهيكون مختصر للوقت وده ينفع عندنا ان هو مجرد الكرة جون خلاص ده مهم جدا ممكن طبعا دي ربط بدل ما يروح ويوقف وييجي والناس تبقى الآن والتوترات اللي بنتشوفها دي كتير جدا اعتقد ان ده قرار ممكن يكون في صالح تسريع الاتخاذ القرار بدل من الابطأ في اتخاذ القرار وده مهم جدا لكن في النهاية كل ده هدفه عدالة سريعة وعدالة ناجزة وكل واحد ياخد حقه وكل فريق يستطيع ان ينال حقه كما يقول الكتاب لان شوفنا في بطرات حتى في بطرات كاس العالم شوفنا اقطاع تحكمية كتير جدا الكل يقولك ان نموت كرة القدم في الاخطاء البشرية طب يا عمي لما تظلم واخصر كاس عالم يبقى انت سعيد بالاخطاء البشرية طب ما ربنا اداني قدرات واداني حاجات كتير جدا اعدى اقف وشوف وركز واحسب حاجات زي كده واعطي كل زي حق حق فمهم جدا ياريت نفكر ونستعين وما دمنا غير قادرين على ابداع حاجة معينة ليتنا نقلد الاخرين يعني حتى نصير بشكل جيد او نقترب منهم مش ماقولا تبقى في مسافة طويلة جدا بيننا وبينهم او زمن كتير جدا بيننا وبينهم مهم جدا ان احنا نستفيد من الحاجات اللي بيعملوها دي عايز اعرف رأي حضرتك في صعود ثلاث اندية افسي مصر وطنطا واسوان وازاي يعني هيكونوا اضافة لدوري المصري اتنين من الاندية الجماهرية العريقة البطولة للمسلم القادم ان شاء الله مؤكد ان هتكونوا اضافة للقوة الشعبية اللي موجودة في الدوري وخصوصا اذا ما عاد الجمهور انا سعدتك كثيرا بصعود فريق زي اسوان سعدتك كثيرا بصعود فريق زي تنطا تنطا من الفرق اللي لها تاريخ اسوان من الفرق تاريخ فرق لها جماهير فرق لها الشعبات فرق وراها ناس كثيرة جدا بتفرح بانتصالاتها وتحزن بانتصالاتها هو ده اللي احنا عايزينه في المسابقة المحلية يعني احنا عندنا اللي موجودين خمسة اهل وزمالك ومصر واسمائل والتحاد اللي موجودين اللي هم الفرق الساعة الشعبية الضخمة اللي موجودة في الدوري فلما ينضم ليهم فريقين تاني بعدنا سبعة بنقترب من نصف المسابقة من اندية شعبية ده مهم جدا ان يكون عندك اندية ان شاء الله لما الفرصة هتتاح للجماهير المدرجات هتكون ممتلئة عندك ناس هتروح تشجع عندك ناس هتروح تشتغل طبعا فريق اف سي مصر برغم انه ليس فريق جماهيري لكن هو فريق كافح وقتل وبيصعد لأول مرة اسوان وطنطة من الفرق اللي ليهم تجارب سابقة في المسابقة الممتازة عندنا في مصر يا رب يعني على الهل يبقى عندي على الهل عشر فرق من بدل انا متخيل بصها كابتن عمر انك تحكي لو رجعت الجمهور في فرق لو لقى بعض دلوقتي وقلت له مفتاح الجمهور مش هي لقى جمهور يبقى موجود معهم يعني كتيرهم يعني لو شركة بيجيبوه بعض الموظفين من عندهم او الاجهزة الفنية او اللعابة اللي برا يعني كتير جدا لما الجمهور كان بيدخل قبل المأساة اللي احنا تعرضنا لها كنا بتشوف مدرجات خوية بتسنقى مطشات الاهلي والزمالك والاتحاد والمطري فمهم جدا نكون عندنا فرق ليها ناس بتحبها وليها ناس بتشجعها وده هيقوي من الدور ويزيد من سخونته لان وجود الجمهور في المدرج بيعطي اللعب حماس وبيخلي اللعب تحت رقابة وبيخلي اللعب يبزل جهد مضاعف واعتقد انك انت لقبت في اجواء زي كده وشفت قدي الفرق بينك تلعب في مكان هادي جدا محدد شايفك ومكانك كل قاعد بيبص عليك وبيتابعك وبيهتفلك وبيانتقدك وبيشجعك اعتقد انه دي تفرق كتير جدا خصوصا مع الفرع ذات الشعبية الكبيرة سواء اللي كان في المحافظات في الأقليل مطر او بالنسبة لأهل وزاك اللي لهم جمهورة عريض جدا في كل مكان في مصر وخارج مصر حتى هاخد حضرتك لملف المحترفين عايز اعرف من حضرتك من العبة المحترفة اللي شايفها اضافة للدوري المصري وفعلا اضافة للدوري المصري كتير وفي نفس الوقت عايز اعرف رأي حراك في القرار اللي كان موجود من بداية الموسم انه زيادة عدد المحترفين لجانب الى اربع لكن في السكورشيت او 18 اللاعب اللي يكونوا موجودين في المباراة يكون موجود ثلاثة منهم في نفس الوقت عايز اعرف رأي حراك في اللاعب السوري واللعب الفلسطيني يكونوا بنفس يعني بنفس القيد اللي يكون في اللاعب المصري ففي الاخر هل دي اضافت للدوري المصري بشكل عام القرار الاربع محترفين اجانب واعتبار اللاعب السوري والفلسطيني طبعا مساوية باللعب المصري واللعب المميز خليني يعني عبدأ معك بالاخر وهو اللاعب الفلسطيني واللعب السوري يعني ده حاجة من الحاجات العظيمة اللي بتعملها والدور اللي بتقديه دايما على المشطأ العربي دايما بكل مكان ده قرار اتخذ لظروف معينة خاصة بالبلدين الشقيقين العزيزين سوريا نتيجة ظروف الحروب الاهلية اللي موجودة فيها وما فيهش دوريات فمصر بتفتح زراعيها لكل لعب سوريا انهم يلعبوا كاللعبين مصريين وكل الاندية استفادت من هذا الموضوع وكذا ده قرار بالنسبة لي الاشقاء في دولة فلسطين الشقيقة فده كان مهم جدا ان احنا نعمل ده وده حاجة ده قيمة موجودة في الدور مصري مش موجودة في أي مكان تاني لان ده قدر مصر وده قيمة مصري اللي هي دايما بتفتح زراعيها لشقاء العرب في كل مكان بالنسبة للعيبة الأربعة احنا دايما في في عملية شد وجذب بالنسبة للعيبة الأجانب بالنسبة لي اللي في الدور المصري انت ممكن تزود عدد اللعاب الأجانب فتقوو الدور المصري لكن حتضع في المنتخب المصري ده اللي ممكن نقول عليه آآ شوية كان مقصر على منتخب انجلترا في الفترة الأخيرة بالزبط ان انت عندك فتح المحترفين مش شكل كبير فالمنتخب الانجليزي مش بيوصل آآ يعني منتخب ودع بيحصل على بطولة عندك الدور الانجليزي ديك شايف مثلا في دورة عبطال الأوروبا آآ كانوا فيه تلات فرق موجودين وفقوا ليفربول على فكرة بيدرسوا قرار تقنين عدد المحترفين والزام اللي عندها بالزبط اللي ده بيؤثر على انتاحة الفرص للعبين الوطنيين للعبين بأبناء البلد ما فيش مانا انك تستعين بأجانب لكن ما ينفعش انك انت آآ 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 انا كمصر انا مش اتقرر نفس بالدورة الانجليزي دولة في حتة واحنا في حتة تامي القال انا كمصري لو انا زودت عدد العبين الاجانب فانا حضرب المنتخبات الوطنية كلها سواء المنتخبات الناشئين او المنتخبات المنتخب الأولمبي او المنتخب منتخب الشباب والأولمبي والأول التلاتة دول تحديدا هتأثروا في درجة كبيرة جدا فانت لما تلاقي فيه عندك مثلا موجود موجود أربعة فانت أربعة في تمنتاشر فرقة شوف عدد كبير جدا من اللعبين الاجانب حرم عدد كبير جدا من اللعبين المصريين انهم يظهروا وحرموا ان يتحد فرصة ويمكن احنا بنعاني من الموضوع ده يمكن اغلب الفرقة بتركز على المهاجمين الأجانب وده دمر عملية ظهور عندك مهاجمين مصريين يعني للأسف الشديد احنا بنعاني معاناة كبيرة جدا من غياب المهاجمين بدليل ان الاهل بيعاني من نقص المهاجم القوي والمصري اصطريح الزمالك نفس الحكاية الفرقة الكبيرة بتعاني من ده اللي بيتصدره المشهد هتلاقي اجانب هتلاقي يعني عندك تراوري عندك أنطوي عندك شيمس بيكلي عندك مجموعة كبيرة جدا اللي بيتصدره قائمة الهدفين عندك مجموعة من اللعبة يعني سواء احمد علي وهو لعب تجاود 33 سنة واتمنى لو ضم للمنتخب لانه الابرد على الساحة لانه هو الوحيد اللي مسجل 15 الهدف والوحيد اللي عنده قدرات يقدر يروح ويجيب لو اجير ده مهم جدا ان ينضم مع مروان موح فمهم جدا انك انت تكون عندك دراسات لهذه الأمور ويمكن لما البعض طلب ان العدد يوصل لستة لكن كانت اعتراضات كبيرة جدا على هذا الأمر لانه ده هيؤثر سلما على الكرة المصرية اتمنى ان كل القرارات اللي في هذا الاتجاه يتم دراساتها بشكل يفيد الكرة المصرية ولا يفيد اشخاص ولا يفيد اندية لانه مهم جدا انك انت تنظر الهدف من مشابقيتك ده ان يكون عندك منتخب قوي يكون عندك فريق وطني وفرق وطنية ولعبين وطنيين قادرين على الدفاع عن الوان العلم الوطني بتاعك ونتمنى ان ده يعني شوفنا ده مصر لما كانت في البطولات السابقة معظم لعبها محلين كانت بتقد بشكل جامد جدا وكان عندنا لعبين مميزين احنا دلوقتي بنعاني عندنا نقص في بعض المراكز بسبب الاعتماد على لعبين اجانب في هذه المراكز نتمنى ان يكون فيه حلول جدا يعني بالنسبة للمهاجم اللي بتعاني منه مصر يعني مش عارف ازاي يعني اتحاد الكرة نفسه اللي بيدور اللعبة الصامت على هذا الموضوع ازاي هتقول لي طب اتحاد الكرة هدخل لي في الموضوع اتحاد الكرة حتى لو تعالجها من تحت حتى لو تعالجها من قاع ويمكن الواحد شايف فيه ثورة في الاهتمام بالقاعدة العريضة في مصر واعتقد ان الاكاديميات اللي موجودة بالرغم من السلبيات اللي موجودة فيها واللي انتشرت اخدامة الخاصة واكاديميات الأندية بشكل كبير جدا الا ان الاكاديميات دي بجوار قطاعات النشئين اللي موجودة في الأندية الكبيرة وأندية صغيرة اعتقد انها هي يمكن أن تفرز لنا مواهب يكون لها دور مهم جدا في الكرة المصرية في المرحلة المقبلة قبل أن أروح معك للسؤال الحكم الخامس وتقولي رأيك في إيه عايز أعرف هل مركز رأس الحربة بس هو اللي إحنا عندنا نقص فيه ولا ممكن يكون مركز صانع اللعب وعندنا بعض المشاكل في الباك رايت والباك ليفت أو الظاهير الآيسر والزير الآيمن هال دي بعض وبعض المشاكل اللي ممكن خلاص من فرق كلها كده بتعايف لا إحنا في مصر يعني إحنا في مصر في منتخب مصر الظاهير الآيسر أوه مشكلة حمال عبد الشافي هو اللي موجود ما فيش بدين يعني محافظ شوية حسين السيد مستبعد تماما حتى النادي الأهلي عنده ظاهير آيسر تونسي ظاهير آيسر محترف ودي إحنا عمرنا يعني ما كان فيه أحد ظهراء الجنب سواء في نادي الزمالك حمال بالنقص موجود في مركز الباك رايت أو النادي الأهلي في أعلي معلول كان عندنا يعني طبعا جيلبرتو محمد عبدالوهاب كابتن محمد عمارة كابتن سيد معوض كابتن ربيع سي كابتن محمد يوسف كابتن محمد عبدالج يعني بيكلم بكلم على شمال اليمين كلام يعني نجوم كتيرة جدا فقال لحراك شايف برضو نفس الأسباب اللي إحنا تكلمنا فيها دي ممكن تطبق على نفس المراكز اللي بتنقص مصر وبتنقص الأندية نهما لو ركزوا على أقطاعات الناشئين وركزوا على نهما فعلا يطلعوا كل سنة عدد معامل اللعيب هل ممكن ده يسد النقص ويبدأ يطلع مواهب جديدة أعتقد أن ده ممكن بس نازل تاخد فرصة يعني يعني ما هو أنت ممكن يبقى عندك مواهب بس ما تاخدش فرصة فبالتالي مش هتقدر تسعد ولا هتقدر تؤدي ممكن يكون عندك مواهب وما يكونش فيه صبر عليها وبالتالي ما تاخدش الفرصة دي ياما لعيبة موهوبة كتير جدا ظهرت في مصر ما خدتش الفرصة اللي طلق بيها وما استفدناش بها بشكل كبير جدا فمهم جدا أن ده يحصل يعني فيه مشروع أعلن عنه معالي الوزير أشف صبحي دكتور أشف صبحي اللي هو مشروع الألف موهبة يعني أعتقد أنه يعني احنا سمعنا عن المشروع ده وسمعنا عن اللجنة التي شكلت لي لإدارته أعتقد هذا المشروع لو تم ممكن يقدم لمصر مواهب كتيرة جدا في كرة القدم ولازم يكون فيه تنصد كبير جدا بين الرياضة وزارة التربية والتعليم لأن المدارس هي القاعدة المصر الأصلية اللي موجودة ومصر كلها موجودة في المدارس فانت لو اشتغلت على المدارس بشكل كبير جدا وده يكون بالتنصيق بين وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم بحيث أنك تقدر تعمل مسح لكل أطفال مصر وتقدر تاخد أبطال في كل الرياضيات وكل الحاجات أعتقد أن العالم شغال بشكل كبير جدا على الجزئية دي أنت هتوصل لأطفال البلد كلها إزاي إلا عن طريق المدارس بتاعتهم يعني ممكن يدخلوا عنصر التفاق الرياضي في درجات الأعدادية والسنوية ممكن ده يزيد من حافظ الطلاب والشباب ده موجود في السنوية حافظ الرياضة أو حافظ التفاق الرياضي يعني ممكن يزودوا يزودوا شوية خلوه يكون في حافظ أكبر من أصلا يعني هناك يعني مشكلة كبيرة جدا بين ممارشة الرياضة وبين التعليم دي حقيقة مفيش تنصيق فعلا يعني كلنا بنمر بالوضع ده وكل واحد حتى بيشوفوا معياله إن لما عندك طفل عندك طفل بيخرج من البيت الساعة ستة الصبح عشان يرجع لمدارسة الساعة أربعة عشان يروح يتمرن الساعة خمسة والساعة ستة يرجع الساعة عشر بالليل ما أنا بقول لك طفل فانا تصرف إزاي؟ أنا هلأ بيخلاص مدرسة الساعة أربعة طيب أبريده الساعة الثلاثة إزاي؟ أنا مش عارف أما بقول لك وده في أغلب اللعبات الخاصة بكورة القناة ولو اتعامل الساعة خمسة يعني الوقت مش هينام يعني الوقت مش هيخد راحته يعني طب مش هيزاكر طب يزاكر ولا يلعب رياضة طب يروح المدارسة ولا يلعب رياضة لابد يكون في حلول عن الموضوعات دي وضع مهم جدا سمحمد أنا نفسي يعني الدولة فعلا يعني تتدخل يعني علشان خطر حركة فعلا يعني أنا من نوجة نظري رياضة من غير تعليم تعليم من غير رياضة نفعش لازم الطفل أو زلد يكون متعلم رياضي أو رياضي متعلم علشان ده بيأثر عليه في الملعب بيأثر عليه بقى فأي عنصر من عناصر بيلعب كون القدم هيفرق مع مدير الفن هيفرق مع الحكم هيفرق مع زميله حتى لو احترف بره يبقى عنده لغة كويسة طيب عنده فن التعامل مع الآخرين طيب سريعا مدى الحكم الخامس رأيك فيه ايه يمكن تجربة لجأت إليها لجنة الحكام للتقليل من الأخطاء لكن للأسف شفنا الأخطاء مستمرة يعني وكان في أدلة كبيرة جدا على الموضوع ده الحكم الخامس بيخاف ياخد قرار علشان خطر يبقى مسؤول الحكم السبعانه يعني ممكن شفنا أبرز مثال على الصارخ ده شفناه في ماتش الهلي والإنتاج الحربي الماتش الشهير صح دي حقيقة اللي كان فيه جون حقيقي وكان فيه ركلة جدائل وكان قدام الحكم الخامس والحكم الخامس ما انقص الموقف يعني فالتجربة يعني ما نكحدش بالشكل الكافي يعني ما قدتش الغرض المطلوب منها أنا شايف ان الاهتم بالحكام زي ما قلت لحضرتك مع استخدام كل وسائل التكنولوجيا الحديثة في التحكيم ومنع الفوار مهما كان مكلف ده هيكون حل مهم جدا لكل المشاكل اللي احنا بنعاني منها واللي يخلي الناس كل الوقت مرتاحة وما فيش أي مشكلة خالص في الدول المصر أو هؤلاء حلقة تقول ايه للناد الاهلي في قرب خلاص يعني تمام انه هو 112 سنة 112 سنة تاريخ 112 سنة مبادئ وبطولات وفخر لنا كلنا بننتمي للناد الاهلي فعايز حلقة ممكن تقول ايه فاخر الحلقة للناد الاهلي نختم به حلقة اليوم من عينة الاهلوية وزي ما تكلمنا عن استاذ محمد مصطفى وتكلمنا على التاريخ برضو عرف من حلقة كلمة أو موقف أو أي حاجة يعني خاصة بالناد الاهلي تقولها في نهاية الحلقة يعني فيه ناس علماء ومفكرين واسسين في مصر كان دايما بيقولك يعني عشان تشوف مدى استقرار مصر فيه بعض الحاجات كده ممكن تبص الله زي يعني فيه مؤسسات اعلامية مؤسسات صحفية مؤسسة اقتصادية كان من ضمن الحاجات دي يعني طبعا مش هسكوا الحاجات التانية لكن كان من ضمن الحاجات دي اللي أنا لافت اتنظري الناد الاهلي كان بيقولك لما تشوف الناد الاهلي يوقف على رجليه وعالي يبقى مطر فيها حالة من الاستقرار وحالة من الهدوث فالناد الاهلي ده جزء من النسج الوطني زي ما اتكلمت مع زميل العزيزي الأستاذ محمد مصطفى على ان الاهلي يعني خرج من شجرة الوطنية يعني وفرع وطنية وانطلق من هذا المكان فالاهلي ناد البلد ناد الوطن ناد الشعب المطري اغلبية كسحة لي موجودة في كل القرى ونجوع ومراكز وشوارع واذقة مطر الناد الاهلي نادي كبير جدا 112 سنة من الوطنية 112 سنة من القيم والاخلاقيات والمبادئ القيم والاخلاقات والنادها دي اساس الناد الاهلي وهي اللي بتحفظ منظومة الناد الاهلي وهي اللي بتسير في أروق الناد الاهلي اين مكان وفي اي عصر وفي اي زمان وهتلاقيها موجودة عند جمهور الناد الاهلي وهتلاقيها موجودة عند العدد الاهلي وعند إدارة الاهلي تحية للناد الاهلي في 112 سنة ويا رب دايما إلى الأمام وبؤكد لكم أن الأهلي أبدا لن يسقط لأن الكبير بهذا التاريخ واللي حامل على ظهره 112 سنة مستحيل يقع ومستحيل يسقط ومستحيل يضيع لأن ده جهز من نسيج ومنطراب هذا الوطن إن شاء الله النادي الأهلي دايما في ترحبه ما يظهر بإذن الله أشهرك شكرا يا زيادة محمد شرفين وغطيني طبناك لك كبتن عمر وكت صعيد معك في هذا الفقر شكرا إن شاء الله على ألف مليون خير تصبع على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته